اشتركوا في القناة احنا خدنا شرفنا بأدينا قضية من اغرب القضايا بعد ما الاهل فرحوا ورأسوا وصحللوا بفرح بنتهم فوزية علشان بعد الزواج بحوالي اربع خمسة ايام يروحوا لابوهم في احدى القرى التابعة له محافظة سهال راس بنتك يا بوي حكاية زي ما حراكم بنقول كده ممكن تتمثل فيلم وممكن ما تستغربوش المقتضيات بتاعتها لان النهاردة مات الاستقراب فلو حضركم هتكملوا معنا الحلقة للنهاية فاحنا محتاجين مش اقولوا لايك وشير لا احنا محتاجين رأيكم يا طرف وزية اللي عملته هي ووجوزها محمد كان صح ولا غلط عدد المشاهدات بيكون كتير الحمد لله لكن عدد اللايقات اللي بيكون قليل ويلا بينا نبتدي الحاجة فيما احنا عارفين ان في العادات والتقاريد سواء في الارياف او في الريف الصعيدي دي فوزية هتتجاوز ابن عمها محمد يا اهل من سن 3-4 سنين كده واللي ولاد بيينشأوا ويطرعرعوا على العادات دي خلاص البنت ما بتبصش لحد تاني خلاص لان عارفة ان ابوها وعمها اريم فتحتهم هم صغيرين علشان كده نشأت فوزية تحت عرش ايه انها هتتجاوز محمد ابن عمها طيب الامور بدأت تماشي لحد ما فوزية وصلت 19 سنة ومحمد عنده في حدود 23 سنة بدأ يجاهز بعض الاحتياجات كده في الشقة بتاعته وكل القرية وكل العيلة عارفين ان فوزية لمحمد ومحمد لفوزية طيب ابو فوزية واخوات فوزية جدعان كان ناس يعني ايه على قد الحال كده وشاقينين لكن كانوا واغدين شقة في منطقة بلاء الدكرون شقة لي بقى علشان الناس دي كانتشغالة في التمور وبيحضروا بقى الموسم بتاع شهر رمضان الكريم وبيفضروا هناك في المنطقة يشتغلوا بقى في الحلويات والحاجات كلها اللي بتخص العيدين العيد الصغر والعيد اللي هي والعيد الكبير فعلشان كده ما كانوش بقى بيأجروا شقة ولا بتاعه وبيفترشوا الشارع وفي الخيم قالوا لا احنا هنشتري شقة فين في بلاء الدكرون علشان ما نتعبش ونوفر الإيجاب طيب قدروا بقى بعد كم سنة انهما يشتروا شقة في بلاء الدكرون وبيروحوا يفرشوا الفرش بتاعه ويجيبوا البضاعة بتاعتهم من الصعيد الجواني الطمر والبلح والحاجات دي كلها ويقضوا شهر ايه رمضان الكريم ويفضروا شغالوا بقى في الحلويات واليميش والحاجات دي للعيد الكبير الموضوع فضل ماشي اكتر من مرة فهنا طبعا فوزية عايزة تشوف بقى عضواء المدينة وبتروح تساعد اخوتها وبتقعد معهم مثلا الموسم بتقعد مثلا بالشهر وتروح اسبوعين هنا واسبوعين هنا علشان برضو ايه تدبر لهم حلهم واقلهم ويه شربوهم ما فيش حد يقدر يقول اي حال طب خلاص فوزية ومحمد معروف انهم هيتجاوز ولكن محمد قدام بعض الطلبات بيجهز في شائطه والناس كلها عارفة ان فوزية لمحمد ومحمد لفوزية لكن بقى طبعا في المنطقة دي فوزية كانت في الزيارة في احدى المواسم في منطقة بولايد اكرون مين اللي شافها الحاج فواز الحاج فواز ده راجل كبير في السن عنده اتنين وخمسين سن وراجل سمصار وراجل مكتدر ماليا طبعا الراجل طبعا انا عارفين لسا مصر بيكون لهم باع كبير قوي في شراء الاراضي وتخليص الاراضي راح اشترهم مرة واثنين وثلاثة من عند بقى اخوات فوزية طمور وبلح وحاجات من دي واحد بقى يستفصل معهم ويدارتش معهم انتوا بتجبوا الطمور دي منين لما انا عندي اراضي في الوادي ممكن نزرعها ومكسب يبقى بالنص انا عند الارض يا جدعان وانتوا هاتوا بقى ايه العمال واصرفوا عليها والمكسب بالنص الكلام بدأ ياخد بعضه وياخد منحانة تاني شاف فوزية الراجل الكبير اللي هو فواز شاف فوزية لها بنت جميلة ويعني يعنيها ما بتطلعش من الارض فبدأ يسأل عليها طب هي مخطوبة لا مش مخطوبة بس متكلم عليها ولد عمها يعني ايه متكلم عليها ولد عمها ولا فيه دي بلا خطوبة ولا فيه دي بلا جوائد وشرحونه الوضع شرحونه الوضع ان هي احنا عندنا في العداد والتقاليد البنت للولد من الصغر لكن عريسها او ابن عمها لسا بيجاهز نفسه فهنا طبعا بدأ بقى يا بيه الحاج فوز يوهم الاخوات لفوزية ده انا عند اراضي وبدأ للتعب ده انتوا تشتروا وتشتروا تحت عياد الناس لا تعالوا زراوا معي بالنص وطب وقابل ايه انا عاوز اتجاوز فوزية على سنة الله ورسول فطبعا الاخوات في البداية رفضوا وعفين العداد والتقاليد عندهم في الصعيد صعبة وما فيش حد يخطب حد على خطوبة حد يعني ايه زي ما احنا تعودنا من صغرين لا يا عم فوز احنا بنتنا متكلم عليها ولد العب ويعني خلال شهور كده وهيتجوزوا لكن الاخوات بقى قعدت مع بعضهم قال لا ده رجل يدينا اراضي ورجل القرش هينعم في ايدينا وما بدل بنشتغل به من الباطن يعني او بنشتغل عند حد او بنندين هنبأ تجار وهنبأ ملوك السوق الشيطان فضل يساولهم حاجات كتير قوي علشان ييجوا يفتحوا فوزية قالت لهم هنا مش هنجوز غير محمد علشان ييجوا يفتحوا ابوها وبرضو قال لهم ايه عيب يا ولاد يا رجالة ده البلد تاكل والشنا طبعا اخوات فوزية عاودوا يفكروا كتير طب الغنى والثلاء ده هيروح لمين طب ما احنا اساسا محمد مش بمطلع اختنا منه ولا كانت مخطوبة ومنطلعة طب ايه يعني بلى محمد بلى بتاع هو كده كده العم اللي هو والد محمد والعريسة يزعل حبتين والموضوع انتهى هو احنا يعني نصابنا عليهم ولا ضحكنا عليهم في حاجة ولا كان فيه ورس بيننا وما بين بعضنا وكاننا منه فهنا طبعا بدأ مين بدأ الاخوات يقنعوا مين الاب الاول ويقنعوا الاب يا بوي ما بدأ نشغلين تحت ايدي الناس وبالنمع اللي رصفة يا بوي ما بدأ يكون مديونين يا بوي احنا هنبى رؤساء عمل يا بوي هنبى ملوك السوق وهنفتح وهنسوي ونزرع فانا الاب اقتنع يجون بقى يقنعوا مين يقنعوا فوزية فوزية ورفضة مليون ربي استحالة يحصل الكلام ده واستحالة فانا الاب قال لها هو انت هتماشي كلامك يا ابنية علي احنا عارفين مصلحتك اخطر من طبو محمد بن عم يا بوي قولها ملكيش دعوك عمد كده هزع يومين ثلاثة وهي اطراضة بعد كده لما انهتم بيه واكيد يعني محمد كل البلد تتمنى هنا طبعا البنت رفضت لكن من ناحية التانية الاخوات والاب والام قاعدين يتفقوا مع فواز خلاص خلاص طيب فوزية بقى رحلت لي احد القرى تابعة للصهاض وهنا طبعا اتفقوا مع فواز ييجي يقدم الشبكة ويقرى الفتحة ويكتب الكتاب كمان فواز طبعا رجل عنده 52 سنة وادب فوزية ويجمالها هو اللي شدها اللي شده ليها اخد عربية واخد اتنين من اصحابه ونزل الصعيد علشان يكتب الكتاب طيب احنا عارفين بقى يعني فوزية بصوا يا جماعة عملت كل الطرق وكل الاسليم انها يعني تقنق ابوها واخوتها وامها انهم يفضوا الراجل عنده 52 سنة تجيب بالهم من ناحية الدينية الناس برضو دماغها ايه متصل تجيب بالهم من ناحية الغرائز والاحتياجات بتاعتها والرغبات برضو الاهل او الاسرة متصلبين يا جماعة ده 52 سنة يا بوي ده من سنك يا بوي انت تقبلها يا بوي ان بنتك تترمى في احضار واحد قدبوها برضو اللي في دماغ اخواننا الصعيديين هو هو هتتجوازي فوازي يعني هتتجوازي فوازي البنت ملقتش لها اي حيلة او اي طريق انها تقنق ابوه ومع واخوته اهلت ما عادش غير حل لواحد بس ان انا هكلم محمد واكلم مين واكلم ابو محمد اللي هو عمه وهيكون حماء تكلمتهم قالوا لها يا بنت ترمى ابوك قال كده خلاص احنا ملناش ايه خلاص بالسحنة زعلن من والدك واصلت طب البنت بتعمل ايه تطفش هتجيب لهم فضيحة تموت نفسها يبقى ما تتكفل تبقى هتعمل ايه هنا بقى قعد تتفكر لحد ما المأزون ما ييجي تمام وتدخل في قصة الناس وتقول له يا عم المأزون انا رفضه وابويا وهم يمجوزين من غزب العالم لكن هنا الاهل اللي عبوا اللي عبوا صعوبان اللي هي ايه كتبوا الكتاب الاول يعني مالوا البيانات كده بالعريس والشهود والولي وبتاعه طب العروسة المأزون بقى ايه العروسة لا العروسة ما بتنكشفش على حد تبهتها منقبة قال له لا انت عارف عددنا وتقاليدنا انت كل الليج ان انت تسمع كلمة موافقة من جوه وناخد الدفتر وتدخل تمضي عليه وتبصم كمان قال ما فيش مشكلة المأزون ملأ البيانات وظبط الدنيا هه ووقف كده من وراء حجاب يا عروسة يا فوزية موافقة قامت رضى امها وقالت له موافقة يا سعد الشيخ خلاص الشيخ هو حالف صوت فوزية قبل كده طب امضي فوزية بسبع كليمين وبصومي دخلت فوزية طبعا مضت هي اللي مضت هي اللي مضت تمام عشان نضع ضكة التفاصيل وإتحقات هي اللي مضت وبصمت كمان قام المأزون عشان يتطمن قام يدخل احدى السيدات اللي هو وصق فيها اتفضلي شوفي الستة دي مضت ولا لا دخلت لقى الصباع مضية وبصمة خلاص هنا بدأوا يزار غطوا الدنيا تقلب وخلاص بقى هي مرات فواز رسمي وشارعي وقانون خلاص بقى الفرح بعدها بتلاتة اربعة تيام فواز طبعا عامل حساب وانه يجي يصر بقى الفرح في الصعيد واخد مراته ويطلع على القاهرة فبالآت ذكره طيب فاضل يومين يعني كاتب الكتاب مثلا كان يوم اتنين او يوم التلات والفرح يوم الجمعة بعدها بتلاتة اربعة تيام عشان ينصحوا من النوم ميلقوش فوزية يطلع فواز خطافة لا دعية بتكرر فواز على السكين يعني اختفى وخروح فيه كانت بقى فوزية في الوقت ده لما استنفذت اخر حينة او اخر فرصة للمأزون اللي كانت حطها في دماغ انه هو ممكن ينصفها لكن الاهل كانوا مرتبين كل حاجة وكانوا عاملين هساب انها ممكن تيجي في قلب القاعدة وتقول انا مش عايزها عملت ايه فوزية اتصلت بمحمد محمد الحبيب هما كانوا يحبوا بعض وخلص مطربين في بيت بعض والبلد كلها عارفة اني فوزية لمحمد اتصلت يا محمد يا محمد انت بتحبيني او احبك انت ينكتب كتابك يا فوزية ما عادش ينفع ان انت تتكلميني ايقنا استحالة ان انام في حضن استحالة ان انا انام ما بين 4 عبودران مع الراجل اللي اتبر مني ب32 سنة ولا 33 سنة طيب هنعمل ايه فوزية لو انت بتحبيني يا محمد جاهز شنطتك ولما نتقابل هولك هنعمل ايه بالفعل محمد جاهز شنطته وفوزية طالت بقى وكل اهلها نايميل وقامت خارجة على الطريق خدت محمد وركبت المواصلات واختفل الاهل صباح الصبر فوزية مش لقيين يتصوا على فواز فواز اساسا ما كانش يمشى من البين من بعد ما كتب الكتاب نام وراقد هنا طب فوزية يقدرض انهم على فوزية تنوفونها معفول يتصوا على محمد محمد تنوفونه معفول والقارية كلها عرفت ان فوزية هربت مع محمد بس مش عارفين من الخطط ومن الرتب ومن Harry اللي رتب كل حال عشان طبعا اهلية محمد يتصوا personnام محمد تانية. لكن محمد كان لي صاحب قريب منه اول. ليه? ليه اللي حصل ما بين فوزيه وما بين محمد? ان فوزيه قلقته احنا هنجوز رسم. هل هتتجوز رسم ازاي? ان انت زمان الوثيقة تسجلت على الكمبيوتر ولو جينا عند اي مأزول نكتب رسمي هيقبضه علينا. انت طبعا هيقبضه عليك انت الاول لان عندك اه تعدد الازواج. طيب. طبعا نعمل ايه? حتوبة بشغل حل واحد ان احنا نكتب ورقتين. عرفي بتاريخ قديم قبل تاريخ الزواج اللي هو الرسم. طيب محمد وافي وتدخل بيه كمان. عشان نحط ابويا وابوك وام وابوك وام وامك واخوتك والدنيا كلها نحطهم قدام الامر الواقع. محمد كتب ورقتين عرفي هنا ودخل بيها. لكن محمد بقى ايه? عاوز يجس النبض كده في القرية عنده. بدل انه اتصل على صديق ليه ويقول له انا جوزت فوزية ودخلت بيها واتجاوزنا عرفي لحد ما تتطلق من رجل التالي. خلاص البلد تمن عرفت ان فوزية اتجاوزت محمد عرفي وعرفت ان فوزية اتجاوزت محمد على الزواج الشارع بتاعها هي وفواز. طبعا حالة من الغلايان في قلوب قصرة فوزية. حطت راسنا في الطين. وحالت راسنا في الطين وحطتها في الوحل ولازم نرد شرفنا. طبعا هنا الاب بفيش على لسانه. انا غير عايز راس البيت فوزية. تقبوا تختصوا تجوبوا لراس فوزية اللي وحالتها فطين. طبعا يخططوا ازاي طبعا اللي نشر الفزور بقى ونشر الحكاية كلها مين صديق محمد اللي كان بيتكلمه. طبعا خلوا صديق محمد يستدرج محمد وتقول له خلاص احنا مسامحينها وطالما هي بتحب ابن عمها واحنا اللي غلطنا وديها الامان وخلاص احنا هنخلي الحاجة فوزي طلعها. وبالفعل ينفزوا اللي هم عاوزينه. يعني ايه? يعني خلوا عالوا الحاجة فوز بقى البنت وضعها واحد اتنين تلاتة واعتبرها بنتك اعتبرها اختك وما تظلمهاش. وقدروا ان فوزي يطلق فوزيه. واتطلقت بالفعل. راسم. تمام? الراجل قال لك طبعا ايه بقى مع حد تاني ما ممكن تخلني بعد كده. لا يا جماعة. انا اا 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 الاخبار والناس اللي اتنقلت الاخبار بعد كده نقلوهم الاخبار حقيقي. ان فوزت الله ايه? فوزيه. وما قدش لها اي حاجة وبيبريها من كل شيء. علشان يطمن محمد وتطمن فوزيه. هنا طبعا بدوا ان هما يفتحوا تلفناتهم. بدوا ان هما يتواصلوا مع العلتين لوالد فوزيه والعمة. وهنا طبعا اتأكدت. تخيلوا. اتأكدت ان هما بتتكلموا بجان. قالوا لهم احنا هنعملكم فرح والشقة بتاعتها خلاص في ظرف عشرة يام نخلصها. والموجود يدخل بيه. وبعد كده بكملوا ايه? حكايتكم بقى. واحكايتكم على الله. بالفعل محمد وفوزيه نزلوا في القرية اللي هي تبع مدينة صهاض. وعملوا قتل وعملوا مقدبة واعزال وطبلبلد وزمر والاهالي من حدين رأسوا وعملوا الفرح واتجوزوا ودخلوا كمان. وكتبوا الايه? العقد ايه? العقد الشرع. طبعا اه اه طلب يا جوز هنا لانه يا طبعا لم يدخل بها فاستمروا وقت الوقت القانوني وكتبوا الكتاب واتجوزوا وعملوا فرح والدنيا هيصة وزنبليتة والدنيا ايه? قلت ايكن طبعا يعني محمد جوزه كان رجل فلاع. يعني طبعا في الصعيد يعني الجواز او الشهر العسل اللي احنا بنقول عليه ما بيقعدش اقتر من خمس ست ايال. الاهل فرحوا وزاتوا والتمام التمام وهنا ايه اللي حصل بعد كده. طبعا الاخوات راحوا يظهروا فوزية اقتر من مرة ما ابدوش يعني اي سيمة خيانة فقلوهم. انني بيروح ينقطها ويلا باعة هتلنا حفيد وهتلنا وهتلنا وهتلنا. خدت بالكم بس اكلهم هنروح يلاقوا محمد فين موجود. هنا طبعا الاب قبل فترة الخطوبة وقبل القصة دي كلها كان دايما على لسانه هتولي راس فوزية. بعد الفرح بالزبط بحوالي سبعة ايام راح اخواتها الاثنين علشان يبقوا. اعمال محمد فين موجود. قالتهم انت عارفين هو طلع على ايه? طلع على الغيت لالارض الزراعية يعني. طيب احنا جاييني بريك لكوا بتاع. لا والله لازم تاخدوا واجبكم وتمشوش بسرعة تغدوا تغدوا عملت لهم شاي مش عارف او بتاع. وهما بيهموا بيخرجوا من البيت. وهما مشيني من البيت. هتعوزوا حاجة يا فوزية. قالتهم برا سلموني على ابوي وسلموني على امي. قالوا لها بس يا فوزية ابوكي. كان طالب منك طلب. وقال لنا لازم تجيبوه معكم من عندي فوزية. طلب يا اخويا. ده لعنية لكم يا اخويا. اللي انتو عملتو يا اخويا. حد يعملو مع حد. ده انتو سطرتوا علي وجوزتوني اللي بحبه. قالوا لها بس يا فوزية ابوكي عايز راسي. هي طبعا يعني بدأ بفكرت انها بيهزروا راس ايه وانت جاي عايز بسها راس آآ لفتة ولا راس بصل ولا توم ولا بتاع. قالوا لأ انا عايزين راسك ايه. وهزوها جامد كده. وعلى طول في لمح البصل. اللي كتف واللي شأ راسها. علشان تترمي على الارض. هنا طبعا اخذوا راسها وحطوها في شنطة. وطلعوا على بيت قب. اللي هو والد فوزية. جبنالك شرفك يا بوي. ردانا ردانالك شرفك يا بوي. غسلنالك عارك يا بوي. وبدأوا ان الاب طبعا يعني على قد الفرحة اللي هو فرحانة اللي هو غسل عاره وشرفه. على قد قلبه. كان بيعتصر بالقلم. يعني الاب اغم عليه. الاب اغم عليه وتم نقله له احدى المستشفيات. والاخوات من جبروتهم مسكين الرأس وقعدوا يلوفوا فيها في البلد. هنا محمد طبعا رجع. رجع من شغله. علشان يدخل على شاقته. لقى فوزية بس من غير الرأس. قعد يدور على الرأس. يعني يمكن يعني شطه بقى يعني الجنان اللي حصل او الحالة الاسسرية. تخيله. طبعا كله موجود في تفاصيله وفي حالة القضية. تخيله ان محمد كان بيلفه على الرأس. الرأس حتى انت لو لقيتها هتوصلها ازاي? هتنحمها ازاي? ده كان بيقول ان انا كان عند حالة كده ان انا حاجة مكسورة وعنسى صلاحة بسرعة. حب عمري كله راح. فوزية ماتت في ثواني ومن مين? من اقرب ناس لها اخوتها هم كانوا بيتحقوا علينا ولا ايه? يا بيه كانوا فرحانين وبيرقصوا وبهيصوا في الفرح. كل ده علشان ايه? هنا طبعا حالة هنقول ايه? من الحزن والبكة لمحمد امراته ماتت بعد الفرح باسبوع في الصباحية. طبعا بدأ يصرخ والجنان الجماعته اتصلت بالجهات الامنية اللي حضرت في الثواني والله حسنا. تتهم مين يا محمد? على طول. انا بتهمش غير اخوتها وابوها ومع يا سعد تلبي. علشان من خلال المصادر خلاص الدنيا والبلد كلها زطت وعرفوا ان راس فوزية كانت في شنطة وعملين يلفوا بيها البلد. والبلد وكل شوارع البلد. الاب الكل يعرف انه جات له صدمة ووقع ونقالوه للمستشفى وتم القبض على اخوات فوزية. طبعا القضية كده احنا حكناها لحراكم من البداية للنهاية ووصلنا لنهاية الفيديو وسؤال الحلقة النهاردة. هل فوزية غلطت هي ومحمد ولا الاسرة هي اللي غلطت? طبعا ممكن كانت فوزية مثلا اتجاوزت فواز وخانته او انهت حياته. عاوزين رأيكم لان رأيكم بهمنا يا ترى من الغلطان ومن الجاني الحقيقي في القضية دي وفي الحلقة دي وتتوقعوا. هيتكون الاحكام اللي هو بتنظر حضركم ايه. لو وصلتم معنا لحياة الفيديو فاحنا ممنون لكل الحبايب. كم معاكم اخوكم جديد بلاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة